نبقى في ذات السياق وفي مدخلة ضمن برنامج مورا الحدث قال زين العابدين الحسيني خبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية قال إن الاستعمال غير المعقلا للمياه أوصل المغرب إلى وضعية حرجة على مستوى المياه موضحا أن البلاد تعيش وضعا مقلقا في مخزونها المائي طريقة التدبير وترشيد الاستعمال له دور كبير فيما وصلنا إليه نحن الآن في فترات غير مسبوقة بسبب هذا العجز التراكمي الذي يسجل منذ سنوات لأنه ليس وليد اليوم وبالتالي فمسألة التدبير هنا واضحة بدية للعيان بحيث أنه كان بالإمكان أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات استباقية فيما مضى من سنوات حتى نحاول وأن نحرص على استعمالات معقلنا لما هو متوفر وبالتالي كان هناك هامش كبير من التفاؤل ربما التفاؤل المفرط في انتظار الأمطار واستمر الجميع يعني في التعامل مع الماء كمادة لا تنضب وكأن المشكل غير قائم وبالتالي وقع هذا العجز التراكمي الذي وصل بنا إلى الأرقام التي نسجلها اليوم وهي أرقام مقلقة جدا لم يسبق أن سجلها المغرب في ماضيه يعني على مستوى تاريخ يعني الأرصاد الجوية لدرجة أن نسبة يعني 23.5% التي تشجل اليوم في الحقينة الوطنية للسدود وهي هذه الحقينة متبينة منطقتين إلى أخرى هي في حد ذاتها مشكل آني ومشكل مستقبلي لأنه يلزمنا الكثير من التساقطات المائية حتى نسترجع أولا هذه الأرقام أو هذه المقادير التي تم فقدها وتمت يعني تفريط فيها ترجمة نانسي قنقر